السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في القناة تمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم جيت باش نشارك معكم واحد الوصفة رائعة اللي شفتها انا في قناة ديال اكرام بيلانوفا وجربتها ورقيتها زوينة 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 بزاف وقلت علاج ما غاديش نشاركها معاكم باش حتى انتم تستفيدوا منها مكونات ديالها موجودين في كل منزل سهلة والطريقة ديالي احتها هي سهلة هاد الوصفة كتستقل الشعر الخاشين البنات اللي كيعانيوا من الشعر الجاف وعليش اللي يقدر يدو الوحد الولاد وكترجع الشعر الخاشين الجاف كترجعه ملس وزوينة وناعم وهي مغدية انا جربتها ثلاثة ديال الخطرات وراها اعطتني واحدة نتيجة رائعة رائعة بزاف كنشكر عليها اكرام والله يخلي ليها وليذاتها ونجحها بحياتها يلا غادي نشوفوا الطريقة باش دارتها هاد البنت هنا عندي هنا الحليب ديال الكوك الحليب ديال الكوك انا ما شريتهش انا صايبته وفي الاخر ديال الفيديو سوف نريكم الطريقة باش انا صايبت الحليب ديال الكوك المكوين الثاني عندي هو النشا او المميزينة وكتعرفوا الاهميه ديالها بالنسبة لجميع الوصفات وكتلك الشعر وعندي زيت زيتون هاد هم ثلاثة ديال المكونات اللي كينين فيها فقط هي زادت شوية ديال العصر ديال الليمون الحامض انا ما غديش نديروه لانه هو كيزيد كينين شف الشعر اختيت الزيت ديال الكوك اه بخضون الحليب ديال الكوك اللي انا صايبته هاد نخد منه كاس هكذا بقياس العنبة وانتوما غدتخدوا على حسابية الطول ديال شعركم والكتفة ديالو يعني اقل من هكذا ولا اكتر من هكذا انا بالنسبة لشعري هاد الكميقة تكفاني وغدي نزيد ثلاثة ديال ملاعق كبار ديال زيتون وغدا نزيد النشا حتى هما غدي نزيد اه ثلاثة ديال ملاعق ديال النشا وغدا نزيد اه ثلاثة ديال ملاعق ديال النشا وكتعرفوا الاهميه ديال النشا بالنسبة للوصفة لديالتجميل ديال البشرة ولديالشعر اذا هاد المكونات كلهم زوينين اه زيت الكوك انا درك الكوك اللي ذاك الكوك اللي ميدوم كي نجوز ديال انواع ديال الكوك انا درك الكوك اللي كي يكون بقي فيه دام دياله ونقدرون نديرو حتى الكوك طريق نجيبو كوكا ونقطعوها وهاديك غتكون طريقة اخرى باش نخرجو منها الحليب ديال اغير نطحنوها عادي ونعصروها هاد نخلط هاد المكونات مزيان هكذا البارد حتى يتخلط لي ذاك النشا كيفما كتعرفون نشا يلاحطينا هو ما متخلطش فوق النار كي يكوروا وكيدردو الكويرات دياله من بعد غدا نحط فوق النار هادئة الى متوسطة وغادي نحرك راه بسرعة ما نحيدوش من حدا لانه بسرعة كي يعقاد والكمية كيفما شفتو قليلة ديال الحليب غير كاس وثلاثة ديال ملعق ديال النشا اذا راه بسرعة غادي يبداي تكوى قيلو يبداي يعقاد بالنسبة اللي بناتلي في فيديوات دياله يقولوا لي علش انتي كتعيقي كتهضر بفرنسي وخطر خطر كتقولي كلمات فرنسي كن طلب السامح لان ببرفول الكلمات ما نصيبهنش وحتى هادي غادي تدخلوا فيها وتهضروا ولكن المهمة اللي بغا تشوف بتشوفني بطريقة باناني راني كان هضر فرنسي راني ما زياناش راني ما غادي تلقاش لي وعضر نتمنى اناني نصيب عضر عندكم من بعد ما اد عقايد لي هكذا الخالد ديالي كيبقلي على شكل كريم شفتو كيفش كيبولي راه ملمس ديال وجيد جيد ناعم وبين ميدون بزاف من بعد غنديروا هكذا في شيء بسرعة بسرعة كيت تصيب هاد الخلطة او هاد الوصفة مكتخدش منك الوقت خصوصا لك انا عندك الحليب ديال الكوكشار ياها جاهز اللي في المدينة ديالي وما عندهم شاد الحليب او اه بالنسبة للمادة لانه تكون غالي شي شوية ماشي بحال الحليب العادي هكذا انا درت لكم الطريقة باش تصيبوه في الاخر ديال الفيديو هاد الكريم رائع رائع بزاف كيف ما قلت لكم في غير الكوك والكوك ميدوم اذا كيرجع ديال الحيوية للشعر اللي ناشفوه هتكون تكسر ولا كتكون خسرتها اللي بخدوه المواد الكيماوية بحال ترطيبة ولا صباغة ونشا رائع عنده دور كبير لكان ديال الدراء ولكن ديال الارز رائع بجوجبهم عندهم دور كبير في التنعيم ديال الشعر كيف ما كتعرفوا الهندية كيف يجبوه هاد المكونات كيدر وصفات بالنشاو بالارز وكذلك زيت زيتون راه غاني عند تعريف راه زوين بالنسبة للشعر الجاف هاد المكونات بثلاثة راكي يعطونا هاد الوصفة الرائعة اللي يمكن قدروا نشريها بأتمينة غالية من بعد الطريقة باش كنصيبو هاد الوصفة وانا انا كنشدو الشعر ديالنا وكنبلوه هاد هي هاكده كيفش دارتو هي مولات الوصفة كيفش دارتو شدت شعر دياله وبلاتو مزيان بالماء ماشي غسلاتو غير فزقاتو مزيان ودارتلي هاد الخلطة كاملة ودارتلي الدرع انتو ممن الاحسان انكم فاشد داروا لي هاد هاد الوصفة داروا لي بلاستيكو داروا لي الدرع خليوا وساعوا وغسلوه راكيجي رائع رائع الشعر كيبن في المرة الاولى كيبن زوين اما بالنسبة للحليب ديال الكوك الطريقة باش صايبته انا اخديت هنا الكوك الكوك العادي اللي كانت بيه الحلوة عندي هنا الكوك الميدوم مشيه راكين انجوش ديال انواع كما قلت لكم كين واحد فاشكت قلبي بنيدك يطلق لك ليدام هذا هو اللي عندي انا وكين واحد كتحسي بيه بحل شكل ديال نجارة كتحسي بيه ناشف وخطحه بنيدك ما كيطلق لك ليدام ماشي ميدوم وهنا اخديت هنا المال اللي طيبته غلام زيان حتى تطلق السبولة دياله اخدرت كاس ديال الكوك ونجوش ديال الكسان ديال الماء طيب يعني غالي سنجعل الحصة اللي درتي ديال الكوك نجوش ديال الماء وغادي تخلي هنا واحد المدة كي القاد انا خليته جو سواء قد ما خليتي قدما بزيان من بعد ما خليتي وجو سواء كي قبل ما نخليه جو سواء كنخليه ونغطيه ضروري باش نغطيه هاكدا باش داك المال اللي فيه ما يبردش بصرعة ويبقى هو ناشف من بعد ما خليتي وجو سواء كي قد على هذا الشكل عادي غير هو كيرطاب انا غادي نطحنه تقدروا التحنه في الطحانة الكهربائية عادية انا قدر تشوف هذا الكاس ديال الطحانة ديال الربو اللي عندي ومن بعد غادي نطحنه انا قدر تقسمه على جوج قسمه اللي تطحنه باش نطحنه انا هذا كافينا بحال هكدا هندروا كله مرة واحدة ونطحنه انا بغيتو الحليب يجيكم مركز يجيكم خفيف يعني سائل اكثر تزيدوا في واحد نصف اخر نصف الكاس نصف الكاس ديال الماء ها اللي تطحنه حاولوا باش تطحنه في شي طحانة اللي تطحلكم مزيان ولا خدوا الوقت الكافي باش تطحلكم انا جاهتي علينا باش يتطحن بسرعة الا كانت تطحنه ديالكم ما كانت تطحنش مزيان حاولوا باش خدوا الوقت الكافي يعني خمسة دقائق عشرة دقائق حتي تحسو بي بانه تطحن مزيان انا بغيت ويكون مركز شي شوية باش يكون دهني اكتر لذا ما مزيتش فيه الماء بزيف غير تزيد كيسان ديال الماء اللي دارت في الاول صافي من بعد انا غير ندير هات الشبكة ودير هات الزيف هو فاش كنصف فيها كداش يحويش بحالك تطحن توم او لا لا بغين ندير الجوب او لا ديران هات الزيف كيعجبني على ذلك الزيف حياتي لان هذا ما كيتلقش الخيوط ذلك الزيف ديال حياتي مال في نديروه ولكن هاتك را كيتلق الخيوط هات الزيف هات الزيف اللي كيتلق تحت الزيف الفوقاني هاتك يتبع غير بخمسة درام انا شريته هاته وخليته كنصف فيه غير بحالاته ولا كنصف فيه جبن من بعد ما هكذا هنصفه مزيان صافي هات البقية اللي ستبقى يبقى زوين في الريحة نقدر ندير بحلوة ولا كيكة ولا اي حاجة هات الحليب تهورها رائع نقدروا لبغين نصايبه وخحته نشربه وانديروه بالحلويات ولا كيك را كتجيزوينه اعطي منه واحد الريحة غزالة بزف وكيف ما كشفتو انا قلت لكم هنا را مركز انا بغيتو تزيدو فيه الماء اكتر زيدو فيه الماء ورا غادي اعطيكم كمية بزف انا كاس هنا اعطيتني تقريبا طول وديل لطره شي 350 ولا 360 ميلي لطر يعني انا اعطيتني طول وديل لطره واذا بغيتو انتشوفوا كيفاش غادي يكون را مركز هدي نزومي باشي باللكم اكتر را مركز انا بغيتو يكون سائل وخفيف اكتر تزيدو فيه الماء انا بغيتو بحلقة يكون تقيل يكون مركز انتمنى ان هاد الوصفة تعجبكم الطريقة الحليب ديال الكوك تعجبكم وديروها وكنشكر اكرام مرة اخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته